تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون المستمع أبو عائشة يسأل عن حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعدبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول وفي لفظ لا يستتر من البول يقول لو وضح شيخنا الشيخ صالح هذا الحديث الحديث واضح أن عدم التنزه من البول يسبب عذاب القبر فعلى المسلم يتنزه من البول ويتطهر من البول نعم